بعد الاعلان عن وقف الحملة العسكرية على مدينة الحديدة اكد تحالف دعم الشرعية ان الميليشيات الحوثية عطلت دخول وتفريغ خمس سفن في ميناء الحديدة وسفينة في ميناء الصلايف التحالف حذر من ان سلوك الانقلابيين سيؤثر على معيشة وصاحة الشعب اليمني وبالتزامن اطلق الحوثيون صاروخا بلستية من مدرية الصلايف مستهدفين ميناء الحديدة وذلك عقب هزائم المتلاحقة داخل المدينة وسقوط اعداد كبيرة من عناصر في جبهة الساحل الغربي لليمن ما بين قتيل واسير على يد عناصر المقاومة اليمنية هذا ونجحت قوات الشرعية في تحرير اعلى قمة في جبل سوران الاستراتيجي في مدرية الملاجم بعد اشتباكات مع ميليشيات الحوثي اسفرت عن سقوط قتلى وجرحة في صفوف الانقلابيين بينهم قناصون يأتي ذلك وسط دعوات حلفاء غربيين لوقف اطلاق النار في اليمن قبل استئناف جهود السلام التي تقودها الامم المتحدة لانهاء الحرب الدائرة هناك منذ اكثر من ثلاث سنوات والتي دفعت البلاد الى شفى المجاعة هذا واعلنت الرئاسة اليمنية ان الرئيس عبد الرب منصور هادي يتابع جهود المبذولة لعقد جولة مشاورات سلام جادة قائمة على المرجعيات الثلاث لانهاء الانقلاب واستعادة الدولة واعتبرت الرئاسة ان معركة اليمنين لتحرير الحديدة تعد امرا لا مفر منه سلما ام حربا مؤكدة ان هادي يتابع الانتصارات التي تحققها الكوات المشتركة في معركة تحرير المدينة من المتمردين ترجمة نانسي قنقر